مرحبا شباب شيومكم من شاء الله بخير اليوم رح نشرح المحاضرة الثانية من البايو كيمستري محاضرة الثانية بعنوان الكاربو هايدريتز الكاربو هايدريتز من اسمها ذيت تتذكرون قلنا هي كاربون زايدا هايدريتز كاربون اللي هو ذرة الكاربون وهايدريتز مجموعة من المياه بمعنى انه هنأخذ انه جينيرال فورميلا ما الكاربو هيدريتز هي هي تشكلها C-N-H2-N يعني كل ذرة كاربون ستأخذ معها ذرة ماء بالجنرال فورميلا زين شينو هي الكاربوهيدريت الكاربوهيدريت اللي هي النشويات أو السكريات The most abundant organic compounds which found in all living cells يقول لك هي الأكثر وفرة المركبات العضوية الأكثر وفرة الموجودة داخل الخلايا الحية وموجودة موجودة بالبلانت موجودة بالأنيمال موجودة بالميكرو أورغانيزم وين موجودة بالبلانت موجودة بدعائم الخلايا موجودة باللب أسرح نجي نتطراق لها بعدين موجودة داخل حيوانات حتى موجودة بالبكتيريا زين ليش هي موجودة بكل مكان لأن ببساطة قلنا مكوناتها يعبار عن شنو كاربون وماء ومن ومن الكائنات الحية ما يحتوي على كاربون ومياه داخل جسمه ممكن ينضاف إلها شنو نايتروجين فوسفيت فوسفرس وسالفر على حسب نوعها يعني تنضاف عليه هاي الموضة ممكن نعرفها على هي شنو لا تخافوا من المصطلحات هي كلش سهلة بولي هايدروكسي ألديهايد أور كيتون شنو يعني بولي هايدروكسي بولي هايدروكسي يعني أكثر من أو إتش من أو إتش ألديهايد بالعضوية تذكرون نقدنا سي دابل بوند أو إتش كيتون أر سي دابل بوند أو أر أر بمعنى هنا ذرة كاربون بغض النظر عن كبرها وحجمه هاي الأمر آنذير ديرفت اسموه مش دقاته نجي ناخذ يعني كاربوهيدرايت تاية وحدة ونتفاهم بالموضع نجي على أصغر كاربوهيدرايت اللي هي منه غليسيرال ديهايد هذا متكون من كم كاربونة واحد ثنين ثلاث هاي أصغر كاربوهيدرايت ألديهايد زين ليش ألديهايد قلنا سي دابل بوند هنا أو ومننا إتش وهنا شوف مننا كحول ومننا كحول فبوليهايدروكسايل لأن هذول كحول وهنا لأن ألديهايد نجي على الثاني هو هم بوليهايدروكسايل أو إتش أو إتش هنا دايهايدروكسي أسيتون اللي هو أصغر كيتو كاربوهيدرايت هناك كيتو ليش لأن هاي كيتون سي دابل بوند أو ومننا أر ومننا أرب 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 قلنا يعني أنه مجموعة ذرات من الكاربون فهاي تعريفة ببساطة هيا بوليهايدروكسي مجموعة هيدروكسي اللي هو مجموعة أو إتش وألديهايد أو كيتون أنذر دريفيدر أن ألديهايد هذا كاربونيل سي دابل بوند أو قروب أرب قلنا هي مجموعة سلسلة قلنا من الكاربونات وبالنهاية ألديهايد هاي أهم شيء قلنا كاربونيل أرب قلنا لأن الكيتون لديه مجموعة كاربونيل جميع كاربونيل لكن المشكلة أنه الكاربونيل ستصر بنصف الكاربون يعني بداخلها ماني بطنط هاب عن أمبيريكال سي اتش شنو كاربون شنو هاي قلنا هاذا تذكرون هنا من قلناها هاي هنا صيغة مالها يعني أغلبها يقول لك هاي الفورميلة مالها اللي هي شنو اللي هي كل ذرة كاربون هتاخذ ذرة مياه معها يعني هنا نجي حتى نركز بالموضوع شوي هاي C أشي أخذت أخذت OH منها أو H منها يعني C H2O ومنها C H2O يقول لك فأغلبها أخذت معها هاي الصيغة يعني مو الكل وإنما المني العديد منها أتمنى تكون فاهمتوها فقالناسي احنا بولي هيدروكسي هو كاربون طويل موجودة ب فونكشين اما الديهايد أو كيتون على حسن كاربوهيدرات كاربوهيدرات فتاهمنا انتج لتقول بس شنو فايدة الكاربوهيدرات احنا باش تنستفاد من عده ليش هيتش كبرنا الموضوع نجي نشوف ونشوف هل هو موضوع شبير هو يقول لك مصدر مهم للطاقة ليش لانتج تتعامل مع النشويات اللي من ضمنها منه لغلوكوز ليه هاي الجسم يمتصها بسرعة ليش يكيف عليها يمتصها بسرعة لان يحرقها بسرعة حتى ينتج طاقة والجسم يكيف على شغله انه ياخذها بسرعة ويقدر يستخدمها بسرعة فمن اهم مصادر الطاقة هو الغلوكوز اللي هي الكاربوهيدرات ايش يقول لك يقول لك بروفايد كاربون ينطيك احنا جسمنا يموت على المواد العضوية ومن اهم المراكبات العضوية كاربون فش يقول لك يقول لك بروفايد كاربون ينطينا ذرات كاربون انتو شفت قبل شوية هذا اصغر واحد وبيث الظرات كاربون اللي هو غليسرالدهايد او داهيدروكسيسيتون يقول لك ينطينا كاربون نستفاد منه وين بالبايوسينثيسيس مال شنو مال بروتين يحتاج كاربون مال نيوكليك أسد اللي هو الدي اي بالدهون ونقدر نصنع منه اذار كاربوهيدرات رح ناخذها بعدين انه مثلا من الكلوكوز مع نضيف مادة الجالاكتوز اللي هو اهم كاربوهيدرات ثاني حتى نصنع منه شنو اللاكتوز اللاكتوز هذا دايساكارايد او سكر ثنائي لستفاد من عنده الأوم حتى تنطي حليب للطفل بالرضاع ف كاربون كل شي خبل حتى نصنع منه مادة ثاني بعض كاربوهيدرات بعض كاربوهيدرات لديها ستركتشلل رول ماذا يعني ستركتشلل ستركتشلل يعني دور حتى ينطينا شكل خارجي بشكل معين يعني كأنما شون نقول لك دعامة لهذا الشي مثال عليها منه السيلولوز السيلولوز اللي هو عبارة عن كاربوهيدرات متكون من مجموعة من الغلوكوزات بطريقة معينة يعني أكثر من الغلوكوزاية مرتطة سوية فمنطيه شكل طويل من الغلوكوز هذا نسميه سيلولوز وين موجود هذا السيلولوز عفوا بالبلانتس بالنباتات هذا شنو إذا تتذكروا وما أدري إذا ما أخذيها لولا السيلولوز اللي هو موجود بالكشور مع الفواكه بالكشور مع الخضروات فأنتوا تشوفون عن طريق أنه ينطي شكل خارجي للفاكهة أو للخضروات أو للنبات فمهم جدا بالستركشور الرول مخازن للطاق مثال عليها منه الستارش الستارش همينه مجموعة من الغلوكوزات بس بطريقة تختلف عن السيلولوز بعدين هنأخذها هاي عبارة عن مخازن للطاق مثال البوتيت البوتيت الداخله شنو عبارة عن النشا الستارش هذا هو مخزن كامل مع الطاقة يستخدمها داخل النبات هو مثلا التمن هاي الأمور بيها كمية من الستارش والنشا تعتبر كأنه مخزن مع الطاقة من الستارش ومثالة قليكوجين بالانيمولز قليكوجين بالانيمولز قليكوجين بالانيمولز قليكتريا عبارة عن ما سعرفون ماذا احنا مندنا ناكل الكاربوهيدرات الكلوكوزة ش راح يصير بيه راح ينهضم والزايد عن حاجة اتنه شي يصير بيه راح يروح للكبد الكبد ش سوى بهذا الكلوكوزة الزيادة يخزنه على شكل غلايكوجين بمعنى انه يكبس الكلوكوزة واحد فوق اللاخ يكبسة يكبسة يكون مثل القطع الصغار من الكلوكوجين وين يخزنها؟ يخزنها بالعضلات هذا قل لك انا استفاد من عندها بعدين فتشوف الواحد ورا ما يخلص اكل وشبع عادي يقدر يشتغل ويروح من وين يجيب هذا الشغل الطاقة اللي يحتاجه بهذا الشغل من اللي غلايكوجين اللي مخزن داخل العضلات نقطة الرابعة كاربوهيدرات مثال الريبوز والديوكسي ريبوز هذا يعني اكيد سامعين بهذا الشي سامعين بالدي اناي والار اناي هذا عبارة عن شنو؟ الدي اناي عبارة عن شريط طويل من النيوكليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جزء منه تركيبه هو عبارة عن رايبوز او ديوكسي رايبوز شقر فإحنا إذا ما عندنا هذا الشقر كاربايدرات ما راح نصنع ديناي ما راح نصنع ديناي يعني يسالف كل شي بيره يعني ماكو نقل العوامل الوراثية ماكو نقل الجينات ماكو تكاثر ماكو كلشي فالريبوز هو الار بالرن اي والديوكسي رايبوز هو بالدي اناي موجود وهذا كل شي مهم حناخذه بعدين بس انه مكون رئيسي بالنيوكليوتايدات اللي يتكون ضعت فورم الدي اناي والاراني كاربايدرات بلايرول ان لوبريكيشن شنو معناه؟ لوبريكيشن بمعنى انه عشر ملين هيتشي فقبل شوية تذكرون من قلنا السيليلوز اللي موجود بالفواكب والخضروات بالكشور شي يسوي هذا؟ يسهل من عملية الديفيكيشن الخروج الفضلات الى خارج الجسم فنستخدمها كلاوبريكيشن سيليولار انتر كوميونيكيشن التواصل اللي بين الخلايا زين شنو يفيد؟ كل خلية داخل جسم الانسان بها عبارة عن غلاف جزء منه كارباهيدريت فهاي تفيد بنقل الاشارات ما بين الخلايا بسهولة التواصل وبالمناعة بالمناعة كذلك من الخلايا المناعية غلايكولاكس وهي الامور عبارة عن تحتوي على شغلات موجودة على جدارها تسهل التواصل تنطي شكل معين لمادة معينة فعم طريقة هاي بالمناعة يكون اكتواصل بين الخلايا بيناتو نجي الاهم شغلة بهاي المحاضرة اللي هي شنو الكلاسيفيكيشن تصنيف وتسمية الكاربوهيدريت الكاربوهيدريت راح تتصنف وتتقسم على اكثر من طريقة اهم طريقة كلمة شبيرة يعني نشويات زين القطعة الوحدة منها شنسميها كاربوهيدريتاية وحدة نشوياية وحدة مثال منه الجلوكوز الجلوكوز هاي شنسميها الوحدة الجلوكوزاية الوحدة نسميها مونوسكرايد اهم فقط نسميها مونوسكرايد زين اذا غاليكتوز ارتبط احنا قلنا قبل شوية من نصنع الحليب الكلوكوز ارتبط مع قالكتوز اش راح نسميه مونوسكوريد اريلا اشي تكون عندنا دايسكاريدي ازين اذا متعلق مع قالكتوز counselor ثانيا مع قالكتوز ثانيا نصبهمTM ... من전ين الى عشر مونوسكوريد يعني عديد السكارير ail 10 زين اذا فوق العشرى ايضOO مثل السليلوز اللي اخذناه قبل شوية هذا شنقول عليه نقول عليه بوليساكرايد يعني هواي من الساكرايدات موجودة بي زين المونوساكرايد او القلوكوزايا الوحدة متكونه من شنو متكونه من ثلاثة الى تسع كاربونات ثلاثة الى تسع كاربونات يعني مثلا هذا وهذا سي اج دو لا اعفوا سي اج او اج سي او اج سي اج اب او اج سي اج دو او اج هذا سين من الكاربوهيدرايد متكون من كاربونات واحد اثنين ثلاثة اربع خامسة فهذا نسمي خمسة كاربون مونوساكرايد وصلت حبايبي فكل مونوساكرايد متكونه من اقل شي ثلاثة اذا تذكرون من قبل شوية من قلنا الجليسيرالديهايد اهنا من قلنا لكم انه هذا هو اصغر شي ليش لم تكونه من ثلاثة ذرات كاربون فهس نجي على مونوساكرايد المونوساكرايد يقولك سيمبل شوقر يعني انما ابسط نوع من الانواع اللي هم نقدر نبسطل شي ابسط منه ابسط نوع سيمبل شوقر يعني يتكسر إذا عدنا دايساكرايد نقدر انكسره الى مونوساكرايد هل حنقدر انكسره الى شي ابسط لا اذا لا يستطيع ان تكون مونوساكرايد الاكثر تتكون من ثلاثة الى سبعة كاربون اتم العمود الفقري العمود الفقري The two of common monosaccharides amún the Kく The Kく المنوسيق V C C هذا العمود الفقري مووس هنا المنوسيق V mastery L In which all Cív вн val single هذه 위 월 مرتبطة باللي بصفها single bond single bond single bond فاغلبها متكونة مرتبطة مع بعضها ب single bond monosaccharide لنأخذ مثال الشكر اللي نخليه بالتشاي اللي هو السكر السكر هو هذا Dysaccharide شاسمه اسمه السكروز Dysaccharide شكله شونه colorless بغض النظر انه اللي تشوفوا عبيب وصل كريستالاية الوحدة شفافة crystalline يعني صار مثل الكريستالا solid that are freely soluble in water حطوه بالشاي بسرعه يذوب but insoluble in non-polar solvent شنو polar و non-polar solvent polar solvent اللي هو المذيبات القطبية مثال عليها الماء هذا متكون من محلول لواء الماء بيحتوي على اشارات OH- هاي الاشارات عبارة عن اقطاب فيسموه polar أو قطبي فاغلب المذيبات القطبية تكون تحمل اشارات وقلنا ما اكو قاعدة بالفيزياء هتأخذوها يسموها لايك ديسولف لايك يعني كل شي يذوب بالشي اللي شبهه فالمونوسيكاريد والكاربوهيدرات هي اصلا بولار جروب ليش نقلنا O-H-H بوليهايدروكسي بيها H-H-H-H-H-Y مكونات قطبية وين راح الذيب؟ راح الذوب بالمي اللي هو مذيب قطبي بينما insoluble غير ذاعبة في المذيبات الغير قطبية النان بولار اللي هو ممثال منه عليهم التولوين البنزين هذول يكون مذيبات غير قطبية كلوروفورم هذول لو تطلع نخلة برأسها الكاربوهيدرات ما تذوب به واكيد نشويات او سكرية شي يكون طعمها هيكون sweet test طعم حلو بيها هسه قلنا احنا بالتصنيفات صنفناها على حسب كم مونو سكرية بيها كم مونو سكرية بيها كم مونو سكرية بيها كم مونو سكرية بيها واذا اثنية مونو داي سكرية واذا ثلاثة فاليقو وكيش وهاس هورا شوية راح نصنفها الى تصنيفات ثانية فنجي classification المونو سكرية الوحدة هتصنف الى اكثر من تصنيف هتصنف الى اكثر من تصنيف اما according to number of carbons يعني بتكونه من كم كاربونة وهذا شي كلش بديهي هاشتاك بديهيات اذا كان ثلاثة كاربونة ثلاثة يعني شنو تراي وكل سكر الله خلقه لازم نخليه اوز بالاخير خطو بالمصلحة الطبية لازم ينتهيب اوز فتراي اوز ثلاثة كاربون تراي اوز زين اربعة اربعة يعني تيترا فتترا اوز بنتا خمسة يعني بنتا فبنتا اوز الستة هيكس هيكس اوز السبعة هبت فهبت اوز فشي كلش بديهي يعني نجي نجي احنا قلنا هو واحدة من الاثنين يا اما هيكون عليه الديهايد او قروب الديهايد او كيتو فاذا كان الديهايد حنسمي الدو زز واذا كان كيتو فكيتو زز عدنا هذا يعني هاي مختصارة هذا اذا الديهايد قلنا الجليسيرالديهايد هذا زين خلي شوية نلعب لعبة هذولي كم كاربونة متكون اذا تراي وهو شنو الديوز لوهيكسوز شبية فالدو ترايوز يسموه الديو و ترايوز زين هنا كيتون اذا كيتوز يسميهم كيتو ترايوز كيتوز فانت من نقول كيتوز هاي على حسب الكاربونية الكيتوز وعلى حسب عدد الكاربون فنصنفها الى اكثر ترايوز و تيتروز و بنتوز و هيكسوز وهذا راح نجي على تصنيف اذا كان الديهايد نسميهم اذا كان كيتون نسميهم كيتوز فعدنا ثلاثة كاربون 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 ألدو ترايوز واذا أربع والدوز سننسميهم والدو تيتروز والدو 96 والدو هكسوز زين اذا ثلاثة كيتو كيتو ترايوز اذا أربع كيتو كيتو تيتروز و هيكسوز وهذولي امثلة عن هاي المواد يعني غليسارالدي هاي هيده هو كليساراد ايض ايض هاي بعدين حتو عرفوها بدون ما تحفظوها ايراثراث كيف يريثوز الفروكتوز اهم الكاربوهيدرات اللي احد درسوها نجي هسه على موضوع كلش مهم اللي هو شنو استيريو كيميستري استيريو كيميستري معناها العربي الكيمياء الفراغية يعني شنو الكيمياء الفراغية يعني الكيمياء اللي تدرس الشكل الفراغي للمركب بمعنى الشكل الفراغي شنو اللي هو على شكل ثري دي يعني كأنما انت دا نباوع له على شكل مجسم فتعريفها شنو يقول لك جزء من علم الكيمياء وديلز اللي يتعامل مع structure of molecules in three dimensions يعني ثري دي شكل بمعنى احنا نعرف المركب مثلا CH2 CH3 هذا general formula هذا شكل H على الورقة شكل الفراغي شنو خلنا اخذ التعريف الورقة ونفهم يعني شنو يقول لك مركبات مختلفة بس شنو بيهم عندهم نفس هذا الشكل نفس هذا التركيب الكيميائي بس شكلهم بالفراغ يختلفون بس شكل مختلفة بس شكل مختلفة بس شكل مختلفة يختلفون فقط بطرق توزيع الذرات بالشكل الفراغي حتى نفهم ناخذ هذا المثال نجي هذا المركب هو عبارة عن شنو CH3 CH CH3 هذا المركب كفورميلا مالتا اللي هي الفورميلا هاي شكله زين اذا نجي نرسمه على مستوى الورق هنرسمه بهذا الشكل منها CH3 منها CH3 اذا صارت بهاي الشكل نسميه احنا مالنا علاقة بالتسميع بس حتى نشوفه بالشكل اللي 3D نحن نحاول شنسوي كل ذرة كاربون بدائرة سودة وهي ذرة الكاربون اللي هنا بهذا الشكل الCH3 اللي هنا صارت بهذا الشكل يعني كأنما الى الاعلى هذا دمباوعله هنا على شكل 3D structure ويجي بصورة ثانية اللي هي الCH3 صارت واحدة فوق واحدة جوه بالحال التين ذولي نفس المركب بس طرق توزيع الذرات اختلفت من مركب الى اخر احنا الH نرمزلها الدائرة بيضا يعني كأنما ميكانو هاي اللعبة مع تركيب المكعبات كجينيرال فورميلة واحدة بس كأشكال اختلفوا من اي ناحية من الـ 3D structure احنا شنسميهم هنا ذول متشابهين او متمافلين كيميائيا بس كـ 3D structure يختلفون فكلمة متشابهين شنو يعني؟ معناها معناها ايزومارس نجي للتعريف الاول ستيريو كيميستري part of chemistry science which deals with structure molecules in 3D dimension مثل ما شفناه بالمثال هناك ستيريو ايزومارس ايزومارس يعني تماثل ستيريو ايزومارس يعني متماثلين عفوا اشكال متماثلة بالناحية الفراغية تعريفها شنو؟ مركبين يعني المركبات بشكل عام ذات هاذ هاي مو معناه انه مركبين مختلفين لا انما مجموعة من المركبات دا ينطي مثال انه مركبات هاذ the same molecular formula عندهم نفس الفورميلة اللي هم تكوني من من 4 carbon و 6 H 6 hydrogen و هاي الامور نفس المolecular formula بس يختلفون فقط بطرق ترتيب الذرات مثل ما شفنا بالمثال واحدة اثنين CH3 ليفوق واحدة ليفوق لجوا ذول نسميهم شنو؟ Isomers يعني متماثلين نجي الموضوع ثاني اللي هو شنو؟ Optical Activity شنو معنى Optical Activity Optical ضوئي Activity فعالية بمعنى الفعالية الضوئية لمركب معين يعني شنو فعالية ضوئية؟ احنا هيتشعب مننا موضوع آخر شنو هو؟ كل مركب نحشي على Optical Activity كل مركبات لها القدرة انه تكون نشيطة ضوئيًا نشيطة ضوئيًا شنو؟ بمعنى انه عدنا جهاز اسمه البولاريميتر هسرح ننشرحه نحط محلول من مركب معين ونسلط عليه الضوء باتجاه واحد ورما يعبر من المحلول رح يتجه باتجاه اليمين أو اليسار بزاوية معينة بزاوية الدوران نجي نقرأ وبعدين نشرح Ordinary Light اللي هو الضوء الاعتيادي Have Phenomenon In Which Vibration Occur In Infinite Number Of Planes نجي عندنا شنو معنى؟ يقولك هذا اللي هو الضوء الاعتيادي من انتصلط على ورقة اللي هي هاي الورقة مثلاً كأنه انت ماسك فلاش وده تضوي على ورقة معينة تحسه صاير مثل هالة او شي معين على شكل دائري بالنص الى مركز وده يشعب اتجاهات عمودية على مركز الضوء هذا شنسميه هذا نسميه Ordinary Light يعني Ordinary Light It is Wave Phenomenon Wave Phenomenon يقولك ان الضوء الاعتيادي عند ظاهرة موجية يصير بها انه شنو Vibration Occur In Infinite Number Of Planes يعني شنو عند ظاهرة يتصير به الضوء الاعتيادي انه من السلطة على شي معين الضوء راح يشع بعيداً عن مركز الضوء بعدد لا نهائي من الأسطح بمعنى بأكثر من إشعاع بس كل هاي الأشعة صاير عمودية على على مركز الضوء يعني فرضاً هو هذا مصدر الضوء منه جاي صلطنا على هاي الورقة هذا صار المركز بس ده تشوفو ده يشعب اتجاهات هواي يعني ده تصير به إشعاعات كلها عمودية على صار كلها زاوية التسعين على مركز الضوء بما معنى انه راح يشعب هواي شعاعات كلها عمودية على اتجاه انتقال الضوء يعني من مصدر الإضاءة على سطح الورقة أحسن If we consider that we are looking directly into the beam يقولك كأنما احنا من في حال انه كاننا مدا نباوع باتجاه مباشر إلى مصدر الإضاءة يعني كأنما متنا نقوم بتنقذ اللي فلاش ابوار وجهنا Directly مدا نباوع باتجاه into the beam يعني مصدر الإضاءة of a flashlight all perpendicular to line between our eyes and the paper flashlight يعني مثلاً إذا حطينا مصدر الإضاءة مباشرة باتجاه عين فلاشلائت كل الإضاءة ستصير كأنها لا يوجد اتجاهات كلها عمودية على مركز الإضاءة وجربوها ستفهمون كلامي هذا بالنسبة للياهو بالنسبة للأورديناري لايت نأتي على نوع معين من أنواع الضوء ما نسمي؟ نسمي بلين ولا رايز لايت اختصارة بي 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 هذا نوع من أنواع الضوء اعتزازاته تأتي بلايس في فقط واحد من هذه المطلوبة يعني هو مودة تشوفوا أنه بهاية اتجاهات كله إحنا كأننا بدأنا نأخذ واحد مننا فقط ليصير بهذا الشكل اللي هو باتجاه واحد بس ماذا نحصل هذا؟ راح نحصل عن طريق أنه نجيب أورديناري لايت اللي هو هذا نسلطه على منشور يعني كأنما هذا شكله اسم نيكول بريزم يعني هذا مصدر إضاءة هيتش كله اتجاهاته من نسلطه بهذا الاتجاه راح يطلع أنه كأنما شعاع واحد من هاي الأشياء على هواية العمودية على مصدر الإضاءة نحصل منه على بلين بولارايز لايت هذا عبارة عن شعاع ضوء واحد يحمل اتجاه واحد فقط نجي على المواد النشطة ضوئيا هاي شو تسوي احنا راح نجيب هذا البلين بولارايز لايت نسلطه على محلول من مادة معينة من نسلطه على محلول من هاي المادة إذا كانت نشطة ضوئيا راح يختلف اتجاه الضوء يعني كأنما يتحرك باتجاه اليمين او باتجاه اليسار يمين بمعنى معه عقار بالساعة او يسار معه عقار بالساعة هذا شلون حيصير عن طريق جهاز اسمه بولاري ميتر البولاري ميتر هذا شنو عبارة عن جهاز يتكون من مجموعة شغلات أول شيء لايت سورس اللي هو مصدر الإضاءة مصدر الإضاءة هذا شنو اللي بيقلنا الأوردينيري لايت اللي هو هذا الضوء اللي شعبه هواية اتجاهات وعدنا بولارايزر لينس عدسة قطبية اللي هي عن طريقها شنو من راح نسلطليوه نفسه قلنا عليه قبل شوية هذا النيكولي بريزم ش راح نحصل منه راح نحصل على شعاع واحد من هاي الأشعاء على هواية عن طريق البولارايزر هذا راح نحصل منه على بلين بولارايز لايت وتكون من تيوب تيوب تتحرك الانتجاهات هذا الانتجاهات هذا الانتجاهات هذا الانتجاهات بمحلول من مادة معينة فرضا لغلوكوز نجيب غلوكوز نذوبه بمي ونحصل على محلول ونخليه بهذا التيوب هنا مجرد انه نسلط الضوء عليه راح يمشي خلال هذا اكو قطعة ثانية اسمها انالايزر هذا الانالايزر عبارة عن مثل عتلا نحركها بزاوية معينة باتجاه اما باتجاه اليمين او باتجاه اليسار يعني احنا منا بالبولارايزر حصلنا على ضوء هيتش بشكله راح يعبر من خلال التيوب يعبر الى جهاز الانالايزر بعد الانالايزر انالايزر اكو مكان انباوع منه بعيننا هذا ش راح يصير لازم يكون اتجاه الضوء انباوع بهاي العدسة لازم نحصل على ضوء بنفس الشكل مال هذا اللي كان هنا زين شلون هنحصل اكو عتلا هنا بالانالايزر شنسوي انديرها اما باتجاه اليمين اللي هي مع عقارة بالساعة الكلوك وايز او انديرها باتجاه ثاني اللي هي انتي كلوك وايز نظل ندير بها حتى نحصل على شكل نفس الشكل اللي كان هنا اذا كان اتجاه دوران العتلة باتجاه اليمين نظل نضبط شون عدسات المجهر هيتشي نظل نضبط بها حتى نحصل على نفس الشكل من حصلنا على نفس الشكل نجي نباوع الانالايزر اتجاه الزاوية اذا حركنا العتلة باتجاه عقارة بالساعة اليمين هذا نسمي وبي اسم ثاني نسمي ديكسترو روتاتوري يعني ديكسترو او موجب اذا حركنا انتي كلوك وايز حتى نحصل على نفس الشكل راح نسميه نيجاتيف او ليفو روتاتوري ديكسترو ديكسترو روتاتوري واذا تحرك باتجاه اليسار او كاونتر كلوك وايز ننطي رمز ننطي رمز او ليفو روتاتوري نجي نقرأ الجهاز حتى نفهم يقول لك وين من هذا التيوب فارغ ويفاين ذات ماكسيمام اماونت على هايا خلنا نمسح شوية حتى نفهم ايش ديكوه ماكسيمام اماونت او لايت اللي هي قلنا عليها شنو هاي اذا كان هذا فارغ راح تصلنا نفسها هنا بنفس الشدة من الاضاءة يعني شنو يعني انه حصلناها بنفس مكان ما صدرت منها ليش لان التيوب فارغ وماكو مادة استهلكت من هذا او غيرت اتجاه البلين بولارايز لايب راح يصل الى العين الفتحة اللي بواعنا منها يقول لك وين من هاي العدسة اللي هي الانالايزر والبولارايزر بنفس الاتجاه يعني نفس المستوى والشدة والزاوية من الاضاءة now let us place the sample to be tested اللي هي شنو قلنا glucose solution to be tested in the tube حطيناه بهذا التيوب if the substance does not affect the plane of polarization اذا ما حركت اتجاه او مستوى القطبية من الضوء يعني الى اليمين او اليسار هذا شنسامي بمعنى كأنما فارغ او مادة غير نشطة ضوئيا light transmission is still a maximum and the substance is set to be optically in active يعني غير نشطة ضوئيا but if the substance gives a dim light يعني المادة من خليناها بالتيوب ومن جينا باوعنا بعيننا انطتنا dim يعني خافت انطتنا الضوء خافت من باوعنا وين nearer our eye فمن نباوع بهاي العدسة اللي هي قلنا مثل المال مجهر راح نشوف هذا الضوء الخافت احنا نبدأ نحرك بها يمين يسار هاي العتلة الى ان نحصل على نفس الشدة اللي طلعت من هذا المكان اللي هو قلنا من البداية من مصدر الإضاءة ليش؟ لان عبار من خلال المحلول فأكيد تغيرت الشدة مالتا نغيرها الى ان نحصل على الشدة الخارجة مثل ما طلعت يعني بحيث انه كأنما نفس الشكل يتكون عندنا فنظل يقول must be rotated until the light نظل ننحرك بها light transmission is again to be a maximum يعني كأنما الضوء شفناه خفت فنظل نحرك بها الى ان نحصل على نفس الشدة and hence to confirm this new plane and the substance is set optically active يعني عشنو؟ صار صار تغيير باتجاه الضوء فما دام صار تغيير باتجاه الضوء نعرف انه هاي المادة نشيطة ضووية if the rotation of the lens to the right يعني clockwise the substance is dextro rotatory dextro باللاتيني يعني right if the rotation is to the left counterclockwise the substance is livorotatory levo باللاتيني يعني left specific rotation هي شنو؟ هذا اللي صار كله عندنا شي اسمه specific rotation يعني rotation خاص شنو يعني؟ كل مركب عنده خصائص معينة فمن ضمن الخصائص اللي كل مركب معين هي هاي specific rotation في حال كان optically active يعني شنو؟ يعني مثلا فلان مادة عدها melting point بدرجة معينة وعدها specific rotation خاص بيها إله يقول لك specific rotation is the number of degrees of rotation degrees of rotation اللي هي شنو؟ اللي قلنا هاي اللي ظلينا نحرك بها يمين أو يسار specific rotation صار observed منين جبنا هاذا specific rotation من خليناها بال polarimeter polarimeter شنو؟ يقول لك من عندنا واحد دي سي متر اتيوب القطر مالته شرط واحد دي سي متر دي سي متر دي سي متر اللي واش قاد عشرة ملي يعني عشرة سانتيم عفوان عشرة سانتيم هذا نسمي دي سي متر is used under compound concentration being examined واحد غرام لكل سي سي ليش؟ لين قلنا راح نسوي solution يعني محلول والمحلول إلى تركيز معين فإذا كان المحلول تركيزه واحد سي سي وقطر التيوب هو واحد دي سي متر راح نحصل على هذا ال specific rotation بمعادلة معينة شنو هي ال specific rotation اللي هو ألفا هذا يساوي observe the rotation اللي احنا شفناه بعيننا من خيرنا بالبكرة على length بالدي سي متر في التركيز معت يقول لك where D represent density for pure liquid concentration or concentration solution هذا يرمز له هذا D والل اللي هو length و لهذا observed rotation بالدقريز The specific rotation is a property يعني خاصية خاصية لكل مركب مثل melting point وال boiling point والكثافة يعني كل مركب عنده specific rotation خاص به The specific rotation عفوا يقول لك specific rotation لهذا المركب الاثنين المثالي بيوتانول obtained from fusel oil اللي هو هذا نجيبه من ال fusel oil شقد alpha هو specific rotation D 20 شقد يساوي سالب 5.756 سالب بمعنى ليفو 5.756 العشرين هاي شنو هاي درجة الحرارة ما المحلول اللي قصنا بيها والدي هاي شنو الوايف لينث يعني بمعنى ثانى انه الالفة شنكتب عليها نحتاج معاها التمبرتشر ونحتاج منها الوايف لينث هذا الوايف لينث ماللايت أو صوديوم اللي اكثر شغلات نستخدمها اكثر المرات نستخدم الصوديوم لايت نجي انحل هاي المسألة معاكم اللي بتخص specific rotation يقول لك Concentration of cholesterol dissolve in chloroform تركيزه شنو صار observed rotation يساوي ناقص 1.2 شي يريد من عندنا يقول لك احسب specific rotation جينا دعنا نحسب ال specific rotation قلنا شنو اذا جينا طبقنا المعادلة هو observed rotation اللي هو 1.2 على ال concentration في اللنث ال concentration مش قلت قال لك 6.15 لكل 100 ملي زين احنا جلنا لازم لازم تكون ال concentration 1 جرام لكل سيسي مو لكل واحد ميت ميل لا لكل واحد ميل السيسي هو الميل فواحد جرام لكل واحد ميل مو لكل ميت ميل فالعزم نغيرها هنا زين شون نغيرها نقول احنا التركيز المفروض يكون هو شان شنو 6.15 لكل ميت ميل زين احنا شنريده احنا نريده بالواحد ميل شجد يكون فاش راح يطلع عندنا راح يطلع عندنا الاكس الاكس تساوي 0.0615 نجي نخليها هنا 0.0615 زين اللينث شجد 5 سنتيم اللينث قلنا لازم شنو واحدة قياسة لازم تكون دي سي ميتر هاي لازم ننتبه عليه زين الدي سي ميتر قلنا هو 10 سنتيم فواحد دي سي ميتر 10 سنتيم زين احنا عدنا خمسة سنتيم فخمسة سنتيم شجد حت انطينا اكس فالاكس يش تساوي خمسة على عشرة شجد يساوي 0.5 في 0.5 من دي نجي نحسب شجد راح يطلع عندنا راح نجي نقسم 1.2 تقسيم 0.065 9 في 0.5 ورح يطلع عند مناتج ال negative 3 9 0.08 هذا هو specific rotation مال colesterol البقية راح اخليها واجب لكم حتى انت تحلوا بس راح نفهمكم شيري يقول لك توقع توقع يعني مجرد انه راح نغير الى 10 سنتيم و نجي على نجي على احنا اخذنا بداية الموضوع شنو هي اللي هي الستيريو كيمستري كيمستري اللي هي تماثل الكيمياء الفراغية مال منه مال المونو سكرايد اللي هو موضوعنا الاساسي اللي هي الكاربوهايدريتز بس قبلها اكو موضوع لازم انفهمه انتو ماخفي بالعضوية اللي هو شنو الكايرال كاربون قال لك مستحيل يكون عندنا مركب اذا ما كان عنده على الاقل 1 كايرال كاربون يعني شنو كايرال كاربون كايرال كاربون اللي هي كاربونة احنا نعرف ان الكاربون مرتبط باربع ذرات قال لك حتى ي يكون كايرال كاربون لازم يكون الاربع ذرات اللي مرتبطة بها الْكاربون وحدة تختلف عن Predaryn يعني ما يصير ذول الذرات وحدة بيهم تشبه اللخ يعني مثلا نقول مثلا عنه هنا مرتب طب H احنا بOH احنا CH3 وهنا كلورايد مثلا قل لك بهذا الحال بهذه الحالة احنا نطبق شروط انه تكون كايرل كاربون بنتحقق هذا الشرط بهذه الحالة راح يصير Optically Active Compound نجي نقرأ اول شي الاسيمتريك سنتر اللي هو الكايرل سنتر او الكايرل كاربون All the monosaccharide مع عدد Daihydroxyacetone Daihydroxyacetone اللي وياه قلنا عليه اللي هو هسا راح نجي عليه بهذه الصفحة اللي هو منه الكيتو ترايوز ليش قلنا مستحيل يطبق عليه هذا الشي لان هنا مرتبط هو سكر ثلاثي بمعنى ثلاث ذرات كاربون اللي بالنص مرتبطة بالاثنين double bond O بمعنى ما حققت شرط الكايرل نجي على الكاربون الثانية الاولى عفوا هاي مرتبطة اذا نجي نفصخها بشنو مرتبطة مننا بـ H ومننا بـ H ومننا O ومننا مرتبطة بهاي C double bond O هاي الـ H تشبه هاي الـ H بمعنى انه ما حققت شرط الكايرل كاربون وهاي الذرة هي هي الذرة اللي فوق ماكو اي فرق عنهم همينا مرتبطة بـ 2H و O تمام حققا شرط الكايرل كاربون بولا وحدة من ذولي لثلاث كاربونة نجي هنا الكاربونة اللي بالنص اللي هي الألدوز لا شوف هذا يختلف عن هذا يختلف عن هذا يختلف عن هذا وهنا ما يصير نقول انه هنا ارتبط بـ كاربون وهنا ارتبط بـ كاربون فانه مو كايرل لا احنا ما نحسبها نحسبها بارتبط بكل هذا الجزء بكل هذا الجزء فانه حقق شرط الكايرل فنرجع عفوا الموضوع وشي يقول لك مع عدد داهايدروكسي أسيتون كونتين على الأقل ون أور مور أسيمتري كايرل كاربون which means the carbon that holds four different groups هاي واحد اثنين ثلاثة اربع and thus occur in optically active carbon isomeric forms نأتي isomars isomars يعني شنو متماثلين فرقه بين متماثل ومتشابه isomars قلنا شنو هو متماثل من ناحية general formula بس مختلف غير متشابه من ناحية التوزيع بالشكل الفراغي يعني يختلف واحد عن الثاني نجي نعرف الآيزومars sugar اللي هي الكاربوهايدريت can exist as either configurational isomars أو conformational isomars شنو الفرق بيناتهم حنأخذهم بالتفصيل بعدين بس configurational isomars اللي هي تتعلق ببريكن كوفيلانت بونت يعني اللي يتعلق بشنو اكوبونت اللي هي هاي مختلف تركيب واحدة عن الثانية إنما conformational يعتق related by rotation around single bond اللي هي شنو طريقة دوران واحدة عن الثانية طه هذا يعني ما رح تفهموها بس بعدين ما رح نحكي رح نرجع لهذا التعريف وحنفهم بالتفصيل شنو معنا إذا نرجع على هذا المثال ما قالتنا ما قبل شوية هذا وهذا هذول ما نسميهم configurational ليش لأن هاي CH3 وهاي CH3 ما اختلف ترتيب بعض لا conformational اللي هي كأنما واحد دا يدور لي فوق واحد دا يدور لي جوه فقط هذا conformational configurational لا أنه بمكان هاي الذرة H وهاي الذرة H لا تغير تركيب واحدة عن الثاني فهذه نسميهم configurational صعب هس تفهمون علي بس هتفهمون بعدين من نجي نشرح نجي أول موضوع منه اللي هو منه configurational isomers يقول لك two configuration can be interconverted only by breaking equivalent for example نجي نأخذه موحدة وحدة أول نوع من أنواع isomers نسمي enantiomers ماذا نسمي enantiomers يقول لك for all chiral compounds اللي هم chiral compounds منه اللي يمتلكون على الأقل واحد chiral center اللي هم منه stereoisomers having a configuration related to the simplest aldose glyceral dehyde glyceral dehyde كأنما احنا المرجع اللي رح نرجع يقول لك كل chiral compound اللي يمتلكون على الأقل واحد chiral carbon اللي هو منه glyceral dehyde اللي شرحنا قبل شوية that contain one chiral center the middle carbon اللي هي الكاربون اللي بالوسط and therefore has two different optical isomers قال لك شنو اكو رح نجي نشرح قاعدة ناخذ يقول لك 2 مرفوع N اللي هو منه chiral carbon هاي خذوها قاعدة موجود يقول لك رقم 2 مرفوعة الى أس عدد الكاربون اللي موجودة فبالتالي نعرف فش قاعدة ب isomers نجي على glyceral dehyde glyceral dehyde هو 2 مرفوع ال N عدد الكاربون ال glyceral dehyde كنا كام واحد ب one chiral center إذا مرفوع الأوس واحد شي ساوي 2 isomers شي يقول لك and therefore has two different optical isomers or enantiomers stereo enantiomer تعريفها شنو stereo isomers that of each other يعني إذا حطيناها قبال المراية يعني فرضا لدينا هذا المركب H OH CH3 chloride من ده نحطها قدام المراية هيكون mirror image يعني CH3 هم حتكون قريبة من المراية والH هنا والOH هنا والC ألا هنا بهاي الحالة نسمي enantiomers ليش mirror image to each other يعني المركب هذا كأنما صورة بالامراية لهذا المركب يعني إذا حطينا قبال المراية حنشوف كأنما صورة إلى بالامراية المركب L-Glyceral Dehyde و D-Glyceral Dehyde التي تقدم بجرمان ساينتست إيميل فيشر هذا العالم اللي هو إيميل فيشر هو اللي اكتشف هذا الشيء بأنه L-Glyceral Dehyde والD-Glyceral Dehyde الD والL هاي موضوع بعدين رح نفهم وحنرجع عليها بس أنه فهموا أنه L-Glyceral Dehyde هو الميرور إيميج ما D-Glyceral Dehyde أو خلي نشرحها هسه بصورة مبسطة حتى تفهموا نجعل Glyceral Dehyde حتى تكون الصورة واضحة قل لك شنو احنا عدنا هاي الD-Glyceral Dehyde وياه الكايرال سنتر هاي الكايرال سنتر قل لك شنو إذا كانت أبعد هنفقرة أبعد كايرال كاربون عن الـ Functional Group اللي هي الD-Glyceral Dehyde أو الكيتون أبعد كايرال كاربون الـ OH اللي مرتبطة بيها باتجاه اليمين ننطيها D-Capital إذا باتجاه اليمين ننطيها D وإذا كانت فرضا هنا باتجاه اليسار نسمي L أهم فقرة هاي بس هيتش كمثال بعدين هنتعمق بهذا الشي فإذا كانت أبعد كايرال كاربون هنا أبعد كايرال كاربون هي هاي هاي قلنا مو كايرال كاربون اللي مرتبطة ب2H هاي الـ H2 بمعنى 2H فأبعد كايرال كاربون اللي هي رقم 2 اتجاه اهنا قل لك شنو ميرور ايميج لل L يعني إذا جينا نرسمهم هنرسمهم هنا C-H-O اللي هو الالديهايد هنا H هنا OH وهنا C-H2 OH فرضا خلينا قبال لمرأة حنشوف حنشوف OH C-H-O C-H2 OH H هذا شنو قلنا عليه D غليسيرال دهايد هذا شنو L غليسيرال دهايد لأن هنا L لليسار وهنا D لأن على يمين فهذول ميرور إيميج لبعض هذول نسميهم إنان شمر ليش لأن ميرور إيميج لإيش أثر هاي بطريقة مبسطة وهس هنتعمق بها بعدين بس أهم شي نفهم أنه أبعد كايرال كاربون عن الفنكشنال جروب هي هاي اللي هتفرق إذا كان L أو D فقال لك من حطيناهم قبال المرأة عرفنا أنه ذول إنان شمر ليش لأن كل فقرة رح نشرح رح نرجع لليسار لدي لأن هذا D configuration which mean the hydroxyl group on the right هي موهج بس أنه الhydroxyl اللي موجود على أبعد كايرال كاربون بالتجاه اليمين نسمي ديكسترو وفرقه أهم فقرة فرقه بين هاي الديكسترو والديكسترو ما أوبتيكال أكتف هذي شنور مزل هاي دي سمول هنا دي كابتل وفرقه بياناتها كلش كلش مهم هاي اللي اللي عبون عليها بالامتحانات وهو why الدي سمول على الاوبتيكال اكتف إنما دي كابتل على الـ OH اللي موجودة بالكايرا أبعد كاربا الـ L اللي هو configuration من hydroxyl group is on the left shown in the figure ف دي كابتل وال L كابتل هاي نركز عليها كلش مهم وهذا اللي قلنا شنو configuration ليش configuration لأن مكان البونت اللي هي ايهاي تغير فنسميهم configuration ومو conformational وهذا فرقه بين يعني هاي ميرور قلنا شوف هاي الـ OH صارت منا كأنما يعني احنا ندنبه على بالمرأة فحنشوف كل واحد اتجاه قريب يعني هاي الـ OH هتكون قريب من هاي الـ OH و الـ H قريب من هاي الـ H يعني كان ما ندنبه على بلمرأة فهو شوية مائل الى الـ الـ C-H-O-L-E-Fogue و C-H-2-H اللي جوه اللي اللي يوم هاد هاي اللي يقول لك عدنا ثري ويز توريبريزين 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 عدنا ثلاث طرق حتى نعبر بيها عن الاستيريو اول طريقة ball and stick الكرة والعصة هاي الكرة وهاي العصة الكرة ترمز للذرة والعصة للبوند هاي البوند وهاي الاتوم فهذا اول actual configuration of ميليكيول اللي هو هذا اول طريقة ذي الطريقة الثانية اللي يمنو Fischer projection formulas فو Fischer هو العالم الالماني اللي اكتشف هذا الشي توريبريزين ثري دايميشن sugar structure on paper احنا اغلب الوقت رح نستخدم ورقة فقال لك حتى نعبر بيها بطريقة 3D على الورقة شنسوي الhorizontal bond اللي هي هذوري الافقيات project out of the plane out of the plane اللي هي شنو احنا كأنما يعني ماعرف شن فهمكم عليها وانما هاي ورقة احنا كأنما دايمباهو على منفوق قال لك الhorizontal اللي هي الافقيات كأنما دايمباهو تبرز الى اتجاه القارئ يعني كأنما هيك بارزين لي فوق يعني مايلين لي فوق باتجاه القارئ والذوري والفيرتكال اللي هي العموديات ذولي الفيرتكال بوند هنا يشي يقول الhorizontal out of the plane of the paper يعني كأنما بارزين الى الاعلى الفيرتكال بوند project behind the plane يعني كأنما عكس اتجاه القارئ باتجاه الورقة يهيش رايحين بالعمق of the paper away from the reader يعني شلون إذا تنتبهون هاي الو ايش كأنما يعني هيتش جاية شكلها وهاي رايحة بعيد يعني إذا هذا سطح الورقة هاي رايحة بعيد عن الورقة وهاي هم رايحة بعيد الورقة لي ورا هيتش يعني إذا جينا نباوع لها كأنما نباوع لها من هاي الصفحة شراح يصير عدنا هذول الفيرتكال صارين لي فوق لجو وذول رايحين إذا قلنا هذا سطح الورقة هذا باتجاه القارئ وهذا خلف القارئ اللي هي خلف الورقة فقلنا الهوريزنتل رايحين بعيد ورا الهوريزنتل عفوا بعيد عن القارئ والهوريزنتل باتجاه القارئ إذا قلنا هاي الورقة أعرف الموضوع صعب تتخيلو بس هي يعني هيتش حاولت أبسطها آخر شي البرسبكتف فورميولاس يقول لك شنو علش دا وخراسي وهوريزنتل وفرتي كل ومن هاي السوالف لا قال لك يا إما عندنا بوند إذا سويت هيتش الشكل مثلث يعني شنو السولد وجيس شيب اللي هي هاي المثلثة نرمز للبوند بهذا الشكل يعني شنو تو وورد ذريدر داشت يعني شنو داشت يعني مقطعة away of the reader يعني بعيد باتجاه عكس اتجاه القارع أتمنى تكون يعني وصلت الفكرة بهذا الموضوع وهذا الموضوع مدى نطبق عملي فمدى تشوفوا بعد المحاضرات الجاية إن شاء الله حنتعمق به حنطبق عملي فهتفهموه ويعني شنو معناها هذا يعني أكثر شي مؤية ينراد لها تخيل موضوع تخيلي لا أكثر ولا أقل وأنا هم حد أزلكم فيديوهات وشرح لكم ببساطة يعني شنو معناها هذا الشي هم حد هم حد نبدى نتعمق بالمركبات راح نظل نشلب دي ستيريو ايزامرز دي 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 ليش تقريبا كل المركبات الكاربوهيدرات اللي الجسم يستخدمها هي تكون دي شايب ليش لأن الانزيمات اللي عندنا مخصوصة للدي كاربوهيدرات من كل المركبات الكاربوهيدرات اللي موجودة للالدوزز اول نوع اللي هو الثلاث ذرات اللي هو واحد اثنين ثلاثة هذول يسموهم شنو؟ ألدو عفوا هنا واحد اثنين ثلاثة هذول شي نسميهم؟ ألدو ترايوز ليش؟ لأن الديهايد وتراي ثلاث كاربونات احنا هنضيف هنضيف سي ثانية حتى يصير 4 كاربون من يصير 4 كاربون احنا هنضيف ذرة فهاي الذرة دخلت هنا حتدخل جت إما حتكون الـ OH مالها باتجاه اليسار أو الـ OH باتجاه اليمين ليش؟ اضفنا كاربونات بها HOH لأن احنا إذا تذكرون بداية التعريب قلنا بولي هايدروكسايل بولي هايدروكسايل يعني بولي OH معنى أنه Y كاربونات تحتوي على OH عموما الكاربوهيدرات هتشوفون أنه عبارة عن مركب متكون من ثلاثة إلى ست كاربونات مليان من فوق لجوا OH زين هنا احنا قبل شوية أنت قلت أنه دي ستيريو ايزموز زين شلون OH على اليسار وحنا قلنا دي؟ أرجع وأقول لكم إحنا ما نعتمد على هاي نعتمد على أبعد كايرال كاربون اللي هي هاي ما اللي دائما هنعتمد عليها أبعد كايرال كاربون عن الـ Aldehyde Group فإذا دخلت باتجاه اليمين حيتكون عندنا دي إريثروز إنما إذا كان باتجاه اليسار دي ثريوز مركب ثاني يختلف يعني مجرد اختلفت مكان الـ OH اختلف تماما المركب زين هذولي شنو بالنسبة لبعض الإريثروز والثريوز نفس عدد ذرات الكاربون؟ E نفس عدد ذرات الـ H نفس عدد ذرات الـ O E نعم شنو اللي اختلف؟ اختلف الشكل الفراغي مالته هاي الـ OH مالته يسار هاي الـ OH مالته يمين بمعنى شنو؟ بمعنى أنه ستيريو ايزومرز أو كمختصر ايزومرز لبعض الإريثروز هو هو ايزومر للثريوز هنضيف كاربونة زيادة فهي راح يصير عندنا شنو؟ خمسة كاربون وين راح نضيفها؟ راح نضيفها همين؟ هنا راح تيجي الكاربونة الزيادة اللي هي بين أولى وثاني كاربونة دائما الكاربونة اللي تنضاف يصير بين الأولى و الثاني ف اضفنا كاربونة جديدة إما الـ OH ماله باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار هنا سكر خماسي رايبوز وهنا أرابينوز وهنا بوعو كل من يبدأ تكثر يبدأ عاد مختصارات لها فالأرابينوز اختصارها الـ الـ اختصارها ريب وهيش هذولي لبعض شنو؟ آيزومرز اللي ثريوز واحدة نضافت يمين واحدة نضافت يزار وهم ينا قلنا شنو لبعض ذولي؟ آيزومرز وهيش نجي ضفنا مركب ضفنا كاربونة زيادة فاش صار عندنا؟ آلدوهيكسوز الستة كاربون نجي ضفنا للرايبوز كاربونة واحدة فإذا كان باتجاه اليمين واتجاه اليسار إذا باتجاه اليسار اللوز أو التروز نجي على الأرابينوز اللي هم أكثر شي مهمين حيجونا إذا ضفنا باتجاه اليمين ما يتكون لدينا هذا؟ غلوكوز هذا هنظل نسمع به إلى من شعب وإذا ضفنا باتجاه اليسار صار شنو؟ صار منوز نجي على الزايلوز و هاتش كل هم هذولي من رح نضيف كاربون هاتش هاتش رحية زين هذولي كوووووووووووهم نفس عدة ثارات الكاربون؟ اي نعم ستة كاربون زين نفس عدة ثارات الاو؟ اي نعم زين نفس عدة ثارات الائتش؟ اي نعم لعد شنو اذا دول كولهم ايز ومرس لي بعض نفس الشكل بس اختلفت الوضعية في لون اختلفت الوضعية حتقلو لي التركيب الشكل الفراغي للمركب اختلف شنو اللي اختلف نجي نباوع لهم احنا مره نتعمق بهاي الصفحة هواي بس هاي الصفحة حتفتح لكم وتفهمون والشرح اللي بيها حتفهمون الجاي كله يعني شنو الفرق بين الالوز مثلا والايدوز نجي الالديهايد خلينا غير لون القلم حتنا الالديهايد هو هو الالديهايد زين السي هاي اله مننا والوه مننا احنا اله الوه مننا واله اله مننا يعني صار عكس زين السي الثانية هنا اله على اليسار هنا اله على اليسار هنا اله على يمين هنا اله على يمين اذا نفس الشي اله صارت هنا شنو اله ليش لأن احنا ضفنا على القبل اله هانت على اليسار وهي صار اختلفت التراكيب والبقية مثلا نا ايش يسار ايش و او ايش او ايش نفس الشي بس ترتيب الظرات حوالين الكاربونات اختلفت انما نفس الجنرال فورميلا اي نفس الجنرال فورميلا اذا كلهم ايزومرس لبعض بعدين حنتعمق انه الايزومرس حيتحول الى اكثر من تسمية به على حسب احنا لعبنا بكم ذرة وهاي بعدين حنتعمق بها هذا بالنسبة للألدوز نجي على الكيتوسز هنا ثلاث كاربونات كيتوترايوس قلنا اللي هو منه دايهايدروكسي اسيتون قلنا هذا بي كايرال كاربون الجواب لا ما بي اذا ما بي ايزومرس نجي انضيف كاربون بين رقم واحد واثنين ضفناها شو تكون عندنا تكون عندنا هذا المركب اللي هو منه ايريثرولوز دائما حتنتبهون انه الفرق بين انه حنجي الفرق بين الكيتو الكيتوزز والعدوزز عفق من الناحية الشكل وهي الامور من التسميات انه الألدوزز هيجي اسمها مثلا هنا شو اسمه كان الرباعي ايريثروز بالكيتوزز راح نضيف له ال يو بالاسم فشوفون شو اسمه صار ايريثرولوز وكذلك هنا الرايبوز صار رايبيولوز وهيج اغلب الاسماء حتشوفون انه اه تغيرت انضاف لها مقطع ال اليو وهيج فقلنا ال ايريثرولوز دخلت الكاربونة هنا ايج على يمين وهنا على اليسار صار رايبيولوز وزايلولوز وهي رجعت هنا حتى تصير خمسة كاربون وهنا ستة كاربون اللي هو البيكوز وهذا عدنا اهم شي اللي هو الفركتوس يقول لك from the figure above it can be obtained the carbons of sugars are numbered beginning with the carbonyl group that take the number one يعني احنا شي يقول لك ناخذ هذا خد نبدأ شوية ناخذ الكلوكوز حتى عيونكم تتعود على الستراكشور يقول لك شو سوينا احنا بدنا نرقم احنا مو قلنا ستة كاربون مثلا هو الكلوكوز ستة كاربون قال لك من وين بدنا نرقم من الكاربونيل الـ functional group هاي اخذت رقم واحد هاي اخذت رقم اثنيا كاربون هاي كاربونة رقم ثلاثة وهي كاربونة رقم اربعة وهي كاربونة رقم خمسة وهي كاربونة رقم ستة نمبر ون the reference skyral center carbon designated the isomers will present the carbon that distant الابعد عن منه عن الكاربوني الكاربون مثل ما قلنا اللي هي ياهو اللي هي هاي الكاربوني بحالة الفركتوز اكيد ما رح تاخذ رقم واحد الكاربوني رح تاخذ فنبدأ ما نسمي منها نسمي من الكاربونة الاقرب يمها يعني هاي رقم واحد رح تصير هاي اثنيا هاي ثلاثة هاي اربعة هاي خمسة هاي ستة قال لك ابعد كاربونة كارل كاربونة عن الكاربونيل هي هاي اللي حتكون على اساسها نسمي المركب D او L وبما انه اغلبهم D يعني الجسم يستفعد من عدن فهي سوء the additional of hydroxyl carbon to the C3 sugar of the aldoses and ketoses is always above of the reference carbon one time on the right and other on the left and thus C4 و C5 مو معناها مو يقولك يقولك احنا مو كاربونة وين رح نضيف احنا الكاربونة بadditional carbon رقمة C3 sugar of the aldose اللي هي منه اللي هو قلنا هذا المرجع مالته احنا عبارة عن ثلاثة كاربون احنا رح نضيف additional carbon اللي هي هاي جديدة C ومعاها H2 مره هاي ال H2 مره ال OH يمين رح تنزل ومره يسار رح تنزل عفوا مو هنا مره يمين ومره يسار رح تنزل ال OH نبدأ نضل نطول المركب الى ان يصل الى اقصى مركب احنا نقدر نعطي يقولك the additional hydroxyl carbon hydroxyl carbon يعني carbon وعليها OH to the C3 sugar of the aldose and the dihydroxy acetone for ketosis is always above of the reference carbon شنو هي reference carbon يقولك يعني هي الكاربونة المصدر مانا اللي نعتمد عليها بالD والA anthos for C4 وC5 وهيش من نضيف على tetros ومن نضيف على pentos وهيش omlicule with N chiral هيا نشرحناها قبل شوية يقولك في حال المركب عنده chiral center عدد N فيقولك will have 2 ثابت مرفوع الى N عدد chiral center stereoisomus يعني بحالة glyceral dehyde هو 2 مرفوع علي أس 1 عدد chiral carbon عنده 1 stereoisomus والحالة مثال الجلوكوز اللي هو أكبر عدد الجلوكوز كم chiral carbon عنده 1 2 3 4 هاي قلنا لا هاي chiral carbon ولا هاي chiral carbon يعني اشقد عنده عنده 4 chiral carbon فاثنين مرفوع علي أس 4 اشقد ب 16 stereoisomus شلون 16 نجي نشوف هنا كم واحد عندنا هذا 6 كاربون يعني كم chiral كاربون 4 مرفوعة 2 مرفوعة 4 2 2 4 2 8 16 كاربون 8 منها هيكون D اللي هم هذول 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 16 estereoisomus 8 منهم D4 و8 L4 4 4 5 5 كاربون ketoses are designed by inserting UL اللي قلنا عليها قبل شوية into the name of corresponding aldose for example D-ribulose is the ketopentose corresponding to the D-ribose يعني ياهو الريبيولوز هذا وياهو منهم الريبوز اللي هو هذا شون الفرق بيناتهم مجرد انه الالديهايد هنا صارت كيتون والباقي نفس فنضيف لمقطع UL problem سؤال يقول لك how many open chain open chain اللي هو هذا هي تشكله يعني بعدين حناخذ اشكال ثانية على شكل كرسيو على شكل cycle حلقة واكثر من الشكل استيريو ايزومرز of fructose fructose كم استيريو ايزومرز عنده قلنا الفركتوز كم كاربونا كم كارل سنتر عنده عنده 1 2 3 فرق الكيتوز عن الالدوزز انه الكيتوزز عنده رقم اقل من الالدوزز بالكايرال سنتر ليش لأن الكاربوني تحولت الى رقم اثنين فهاي ما بقت كايرال كاربون وهاي عفوا هاي ما كانت اصلا كايرال كاربون ولا هاي اصلا كانت كايرال كاربون لا رقم واحد ولا رقم ستة هناش صار عندنا رقم اثنين كانت كايرال كاربون بالالدوزز بالكيتوزز راحت فاش صار عندنا صار عندنا هاي فقدت الكايرال التي ما لها فبقى عندنا 1, 2, 3 كيرال كاربون فقط يعني الفركتوز 2 مرفوعة ل N كيرال كاربون الفركتوز كم كيرال كاربون عنده سابقة 3 بس ف2 مرفوعة ل 3 يعني 2 في 2 في 2 إذن 8 1, 2, 3, 4 4, D و 4, L صيران 8 8, Stereo Isos Some name of sugars آخر سلايد هذا إن شاء الله واضح إنه المحاضرة شانت كلش قصيرة وممتعة يعني Some names إما صدكتوا على الله بس تريدوها تخلص هذه المحاضرة Some names of sugars are related to substance rich of this sugars يعني قل لك أكو أنواع من الشوقرز الكاربون أمسمايه على أساس النبات اللي إجت منه الغنية به شوف يا نبات غنية به فسموها نفسه عدنا لكلوكوز ليش سموا لكلوكوز لأن جاي من الجريب شقر بسكر العنب فجي مع جي وهج الفركتوز وين موجود أكثر شي موجود بسكر الفواكه سكريات الفواكه عموما فF بF السوربوز جاي من البيريز شقر البيريز اللي هي التوت التوتية التوت الأحمر والتوت الأسود وهذه الأمور The vast majority يعني السواد الأعظم of the sugars in humans are D sugars ليش لأن الإنزيمات ما تشتغل بس عد D فالله سبحانه وتعالى خلقنا اللي نستفعلنا عندها هي D sugar Some sugars occurally nature in L form مثال L Arabinose ليش هو الله سبحانه وتعالى خلقه H خلقه L form L Arabinose The mixture of equal concentration of enantiomers called racemic mixture يعني مركب عندنا طب بالبولاريميتر وفات على هذا قلنا كونا مننا محلول وخلينا بهذا اليتيوب وعبر مننا الضو اكتشفنا أنه 50% صار ليفو و50% صار ديكسترو إيش صار عندنا الليفو اللغة ديكسترو معاه وطلع عندنا ضوء عدل يعني هذا صار باتجاه اليمين وهذا بالتجاه اليسار فاتكون عندنا ضوء عدل فاشي سموه عندنا هذا راسميك ميكستر يعني 50% و50% بالتالي محاضرة طويلة وصعبة بس هي هاي وتوسعنا بها لسبب واحد أنه هي أساسية للي راح يجينا فإذا قوينا نفسنا بهاي المحاضرة وافتهمناها كل جزيين راح تسهل علينا هواي أمور بالمحاضرات الجاية إن شاء الله وأي سؤال أو استفسار أنا حاضروا بخدمتكم وتدللوا ويا رب بالتوفيق وتكون محاضرة ممتعة ولو ما أظن يعني بس شكرا لأن ظليتوا ليه هذا الوقت بالتوفيق يا راح